سيارة سوداء أمريكية الصنع وعلى متنها مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط لإنعاش عملية السلام ورغم ذلك فليس هناك ما يوحي بانفراج وشيك أو تقدم كبير في اتجاه إنهاء الصراع في الشرق الأوسط حسب المراقبين لدينا الكثير من الأشياء لمناقشتها خاصة ما يتعلق بكيفية النهوض بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة ضغوط كبيرة يواجهها نتنياهو لعدم تقديمه تنازلات فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات المقامة على أرض فلسطينية محتلة الفلسطينيون بدورهم ما زالوا يسعون إلى الحصول على تعاهد بدعم من إدارة ترامب لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين الذي ظل يمثل أحد توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ نحو عشرين عاما لا يصرنا أبدا عدم مارسة الإدارة الأمريكية أي ضغوط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستطانية التي تقتل أي إمكانية للسلام كوشنر المطور العقاري الذي يفتقر إلى الخبرة في مجال الدبلوماسية الدولية والمفاوضات السياسية يصل إلى إسرائيل بعد اجتماعات مع زعاماء عرب في الخليج ومصر والأردن ليبقى السؤال معلقا حول ما ستفضي إليه جولة المبعوث الأمريكي الجديد في قضية السلام بالمنطقة